في حاجة كده بنسميها المسئولية التاريخية يعني ايه المسئولية التاريخية؟ في بلاد في اقلمها في محطها الجغرافي او السياسي ليها دور وبتتحمله بشكل تاريخي طول الوقت طول الوقت يعني على سبيل المثال فرنسا في اوروبا تظل دايما الشقيقة الكبرى سياسيا لدول اوروبا ده من زمان يعني احنا بنتكلم على ان فرنسا تتحمل هذا الدور باعتبارها عاصمة القرار السياسي الاوروبي او الدولة الاهم سياسيا في اوروبا قدر دايما على خلق تفاهمات ما بين المجتمعات الاوروبية حتى في ظل اقصى واشنع الحروب اللي مرت بها اوروبا ففرنسا دايما قدر على خلق التفاهمات دي فرنسا كده بقى لها تقريبا 1200 سنة حلو؟ طيب مثلا تيجي تشوف عندنا في مصر او عندنا في هذه المنطقة اللي هي جنوب المتوسط شمال افريقيا منطقة شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام والعراق القرى الافريقية بالكامل مصر هي اللي متحملة هذه المسئولية ليها دور تاريخي طيب الادوار التاريخية دي بتيجي ازاي؟ بتيجي لانه الدول بتكتسب مجموعة من الخبرات نتيجة الارث الحضاري الكبير انتو عارفين انه الحضارات والدول اولها لم يكن في اوروبا على الاطلاق اوائل الحضارات كانت مصر والعراق والصين طب الحضارة الاقدم مصر سيبك من السباق بس هي كده اول دولة معروفة تاريخيا لدى الانسانية اسمها مصر بعض الابحاث وبعض الروايات بالعهد القديم بتقول ان في بلد اسمها مصر نسبة الى مصراييم اللي هو حفيد سيدنا نوح ماشي هتيجي تقول لك سيبك من القصة دي اقول لك على الاقل في كيمت بعدها مثلا طيب وجود مصر في هذا الحيز ووضعها الجيوسياسي اللي هو الجغرافية السياسية انها موجودة للربط ما بين القرتين والربط ما بين البحرين الربط ما بين البحر المتوسط وما بين القرى الافريقية الربط ما بين هذا الجانب في اقصى الغرب الاسياوي وما بين القرى الافريقية بالكامل علاقتها بشمال المتوسط علاقتها التاريخية علاقة الحضارات وعلاقة الثراعات ايضا خلى ان مصر بطبيعة الحال هي عاصمة القرار العربي بل أزيدك من الشعر بيت والإفريقي تاريخ مش بمزاجنا لو نقدر أن احنا ما نشيلش كل هذه المسئولية ما كناش شلنا لكن هنعمل إيه لازم نشيل تاريخنا كده فتجد حتى أن صراع العربي الصهيوني منذ بدايات اندلاعه في آخر سنتين من القرن التسعة تاشر وحتى هذه اللحظة مصر هي اللي شايلة تقريبا تسعين في المائة من هذه المسئوليات على كل الأصعض سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا كل حال مصر تتحمل دائما مسئولية كل ما يحدث في إفريقيا وتساعد طول الوقت في رأب الصدوع وخلق إصلاحات وتفاهمات واستقرار وسلام وهكذا